حال اللاعب المحترف في الخارج اليوم نتحدث عن مجموع من اللاعبين نتحدث في البداية عن عبدالله نصيب في الدولة المصري تألق واضح نتحدث كذلك عن محمد أبو زريك في تونس قياد عن المباريات نتحدث عن موسى التعمري وحديث متواصل عن الوجهة القادمة للتعمري يعني هو تقريبا موسى التعمري هو يعني اعتبر من أفضل المحترفين في الخارج يعني بلعب مع فريق في بلجيكا يعني بتحكي عن فريق أوروبي وفي الفترة الأخيرة أبدع مع الفريق وسجل أهدافها بالتالي صار مشاهد ومتابع من أكثر من نادي من ضمنهم نادي نانت الفرنسي وهذا بحسب الصحف الفرنسية اللي هي كشفت عن هذا الموضوع أنه في تفكير باستقطاب اللاعب والآن هذه الأندي بتشتغل باحترافية يعني ما تم الكشف عن هذا الموضوع إلا لما دخل اللاعب في فترة الست شهور اللي بحق إله يتفاوض مع أي نادي فالآن هو مرشح أنه يروح على نانت الفرنسي لكن لغاية الآن ما في تسريبات أو أخبار يعني رسمية نقدر نحكي إنه رح ينتقل لكن هي مجرد مفاوضات ولاعب زي موسى التعمري ممكن يكون له مستقبل كبير في أوروبا في حال يعني تدرج في الانتقال لفرق معروفة في الانتقال عبدالله نصيب عبدالله نصيب من اللاعبين المبدعين يعني في الدور المصري يمكن غاب لفترة بسبب إصابة لكن هو من اللاعبين المميزين وحتى العلام يعني العلام المصري أشاد فيه في كثير من المناسبات وكثير من المباريات خاصة اللي كانت يعني أمام الفرق الكبير زي الأهل وزي الزمالي غياب شرارة عن المنافسات هو يعني ما عندي معلومات عن غيابه يعني أو سبب غيابه عن هذا عن فريق الترجي التونسي لكن يعني احنا شفنا في البدايات كان فيه إشادة في مستوى اللاعب وإشادة من نفس المدير الفني مع التشجيد على أنه اللاعب بحاجة يعني مزيد من الجهد يعني هذا كان تصريح المدير الفني لكن فترة غيابه في الفترة الأخيرة ما في عندي فكرة طيب يازل نعمات يواصل تألق فيها الدور القطري يازل من أفضل الهدفين للأردنيين في الخارج ولاعب متميز وأغلب أهداف فريق الأهلي القطري هو اللي يسجلها وشفنا يعني آخر مباراة رغم الخسارة أمام فريق العربي أعتقد لأنه قدم مستوى يعني جيد هو اللي افتتح التسجيل لفريق الأهلي فهو لاعب موهب ولاعب متميز وأعتقد أنه يعني يستحق وهو لا من أفضل المهاجمين على الساحة الكروية المحلية وبحاجة لمزيد من الدعم إن شاء الله أنه يحصل كمان على فرصة احتراف أفضل في دوري أفضل حتى أنه يعني يبرز وبالتالي يمكن يحصل على عقود أفضل إن شاء الله أبو أرقوب سجل هدف في معنى ديه الجديد أبو أرقوب يعني هو يعني إحنا نحن 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 على التجربة يعني اللاعب زي ما حكيت لكم يستعد يروح على أي نادي يعني أبو أرقوب محمد أبو أرقوب راح على نادي الريان يعني درجة ثانية بعيد عن الأضواء بعيد عن المتابعة لكن اللاعب يعني أحسن ما يظل قاعد الآن هو بروح بيحترف بأي فريق بأخذ له مبلغ مالي وبظل يلعب يعني يحسن هذا القاعد الآن وبرجع على على فريق الحسن الأربد بشكل أفضل